ايه السبب بقى في عودة هذه الروح القتالية للمنتخب؟ المدرب المدرب طبعا طب انت قلت الكلمة برضو مهمة جدا ان هو بيصالح المصريين هل المصريين كان عندهم حق لما انتقدوا في البداية؟ مش بشكل كبير الحقيقة يعني بص انا يعني مش بلوم على الجمهور في حاجة لان الجمهور هو الجمهور الجمهور بيفكر دايما بيشوف الكرة بعاطفته وبقلبه وكل اللي بيهمه ان هو يشوف منتخب وبيلعب كويس وبيكسب مش مطلوب منه ابدا ان هو يفكر في اكتر من كده انما اللوم كان على الناس اللي بتعمل في المجال الرياضي بقى سواء نقاد او محللين اللي هم معظمهم افترع على الراجل زيادة عن لزوم خصوصا في الوقت بتاع البطولة العربية البطولة العربية الناس معظم النقاد او قطاع كبير منهم الحقيقة كانوا بيمتقدوا الراجل جدا رغم من لو رجعنا الارقام وشوفنا احنا عملنا ايه في البطولة العربية حنلاقي ان فيه تطور كبير ما بين فترة كيروش في البطولة العربية وما قبلها فترة حسام البدري احنا ببساطة في الكاس العرب احنا والجزائر كنا الافضل رقميا طول البطولة حتى لو كنا حققنا المركز الرابع انما كان فيه تطور كبير تطور ده استمر او حصل فيه الاول صدمة في بداية كاس الامم الافريقية مطش نيجيريا وانا كنت موجود هنا في التلفزيون المصري وتكلمت وقلت انه هو عمل اسوأ حاجة ممكن تتعمل عمل كل حاجة غلط كيروش في مطش نيجيريا كان المطش الاسوأ على الاطلاق الحقيقي حقيقة زي ما كنت باشيت بيه في البطولة العربية انا حملته تماما مطش نيجيريا وقلت انه عمل كل حاجة غلط يعني ما كانش فيه اي حاجة صح لكن بعد كده الامور بدأت تمشي يعني المرش اللي فات احنا شفنا انه في الاول كيروش كان نزل بطريقة دفاعية ويمكن دي كانت حاجة خضانة شوية يمكن ده كان رد منه على التصريحات اللي كانت يمكن حماسية شوية لسامو القاتو وشفنا تصريحات يعني خلينا نقول انها حماسية عن معركة وعن يعني شيء من هذا القبيل وكان فيه الاول طريقة لعب دفاعية من المنتخب المصري ويمكن ما شفناش خطورة من المنتخب الكاميروني غير من كرات سابتة لكن في الشوط التاني لقنا تريزيجي نزل وحول شكل اللعب بطريقة كبيرة وقربك المنتخب الكاميروني شفت طريقة اللعب دي كانت عملا ازاي والحقيقة انا مش عارف هو كان قصد ان هو يبدأ بطريقة دفاعية لكن احنا اللي شفتم ان احنا اداءنا ما كانش متزن او الشوط الاول انا المباراة بالنسبة لي تبدأ مع منتخب مصري من الشوط التاني بدءا من الشوط التاني احنا تفوقنا في كل شيء حتى بعد كده في الاشواط الاضافية الشوط الاولاني احنا كنا بنستقبل اللعب بس وكان فيه شوية مساحات استقبلنا عرضيات كتير جدا وده عكس معتاد كيروش مدرب متحفز الى حد ما مش شبه كوبر هو هجميا افضل من كوبر وبنشوف جمل وحاجات في التلت الهجومي ما بنعتمدش قوي على باصل صلاح زي ايام كوبر لكن هو يبقى مدرب متحفز وده عبر تاريخ وهو دفاعيا قوي جدا واحنا بالتالي نعتبر اقوى خط دفاع في البطولة لحد الوقت يقبلنا كل المنتخبات الكبيرة ما استقبلناش جرهدفين فدي حاجة ممتازة من كيروش لكن في الشوط الاولاني احنا ما كناش حضرين زهنيا حتى يمكن كان فيه ارهاق استبدال عمر السلاية بين الشوطين ناس ارجعته في الاول او خافت انها تكون اصابة او حاجة لكن الواضح ان هو كان بدنيا منهك ففيه لعيبة كانت خلاص يعني مش قادرة توقف على رجليها كويس فمع التبديلات الشوط التاني وان هو نزل لعيبة حتى وجوه جديدة زي امام وزي مهند لاشين اهم حاجة ان السيستم ما تغيرش انت ما حسيتش بان فيه ودي المشاركة الاولى المهند لاشين في البطولة في البطولة وخامس مشاركة دولية لي وقبل كده كانوا في لقاءاته دية فهو يعتبر اول لقاء رسمي ليه وجه جديد تماما يعني امام عشور نفس الموضوع الميزة في الموضوع ان انت لما نزلت لعيبة جديدة ودخل على المنتخب لأول مرة انت ما حسيتش باي حاجة تغيرت السيستم هو هو عمل شكل منتخب خلاص بقى فيه شكل واضح للمنتخب واي ترس بيركب في المكنة دي بيقدي الدور طيب فدي حاجة عظيمة من المدرب يعني ترجمة نانسي قنقر